مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بصفحة وقناة المطبخ الشامي معكم الشيف مروه بتمنى وصفاتي وطبخاتي تعجبكم وتنردكم وصفتنا لليوم هي طاجن اللحم بالخضار أو فخارة اللحم التركي وصفة كتير مميزة وطعمة كتير شيء إن شاء الله أنه رح تعجبكم وتعجب علتكم إذا حابين تعرفوا الطريقة طابوا معي فيديو للآخر وتعالوا نشوف طريقة التحضير المكونات اللي بنحتاجها لوصفتنا هي مجموعة من الخضار مثل ما نرى بالإضافة نص كيلو مليا اللحم عندي هون اللحم خروف طبعا منخسل ومنظف منيح بالنسبة للخضار أنا رح قطعها هون قطعة كبيرة لأنها رح تقعد معي فترة طويلة بالفرن هون أنا استخدمت بهالوصفة حبتين من البطاطا وحبتين من البتنجان بالإضافة للكوسا والبندورا وأهم شيء البصل والفلفل وبقطع باقي الخضرة بنفس الطريقة بالحجم الكبير مثل ما قلت للكون وبهي الوصفة في نظيف أي نوع من الخضار أنتو بتحبوه أو بتفضلوه في كون تضيفوه على هاي الوصفة والحلو بهاي الوصفة إنكم ما نكون مقيدين أبدا بكمية الخضرة اللي تستخدموها حسب المتوفر عن كون والموجود واللي انتو بتفضلو بتضيفوه لهي الوصفة وهلا هيك بكون انتهيت من تقطيع الخضرة هلا هون عندي اللحمة بالنسبة لللحمة بهي الوصفة فضل يكون لحم خروف أو لحم جدي لأنه أسهل وأسرع بالطبخ هلا بملح اللحمة ورا هضيف عليها نصف مع الأصغيرة من الففل الأسود ونصف مع الأصغيرة من الأورغانو وطبعا اللحمة ما بدها بارات كتير هيك أصول الفخارة التركية بيعتمد على نوع اللحمة الطيبة والخضرة وهلا هون رح نزل الصوص على الخضرة بالنسبة للصوص هو عبارة عن معلقة من ربل بنادورا نسكو بصغير من الزيت النباتي الملاح والفلفول والبابريكا بخلص المكونات بشكل كتير منيح وبعدين رح نجيب طاجين الفخار ورح نزل عليه الخضرة وبضيف اللحمة ورح غطي الطاجين بورق الزبدة وبعدين بورق السلوفان وبسكر على الطاجين كتير منيح وبهي الأسناء لازم يكون عندنا الفرن محمى مسبقا على أعلى درجة حرارة رح ياخد معنا وقت من ساعتين لساعتين ونصف قبل ما تستوي الفخارة بساعة رح نجهز للعجينة بالنسبة للعجينة هون عندي كوبين كبار من 3 طحين رح ضيفة عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة ورشة ملح بحرك المقونات الجافة مع بعضها بشكل كتير منيح وبضيف عليهم نصف كوب صغير من الزيت النباتي بميو عادي لأربع معالق وعندي هون كوب من الماء الفاتر رح ضيفو بالتدريج وبخلط كل المقونات مع بعضها وبلم العجينة وبعجينة بشكل كتير منيح وبدهن ايدي بشوية زيت وبلم العجينة وبحطها بوعاء نظيف ورح اغطيها ورح نتركها تتخمر وترتاح لمدة ساعة بعد مرور ساعتين ونصف هون عندي استوطاجين وصار جاهز هلأ رح شير للأصدير طبعا هون لننتبه على إيدينا لأنه حرارته كتير عالية وهلأ رح ابدأ جهز العجينة وهلأ هيك العجينة كمان عندي اختمرت وصارت جاهزة هلأ رح فرغ الهوى منا ورح اخذ نصف العجينة نصف الكمية لاستخدمتها وبلش اشتغل فيها هلأ هون رح رح رش شوي تطحين وبدأ أفرد العجينة بواسطة الشوبك رح مدة طبعا سماكة العجينة لازم تكون لاسميكة ولا رئياء تكون حجمة وسط ومباشرة بعد ما فردت العجينة رح بمدة تغري على الفخارة بهي الطريقة لازم نتأكد أنه الأطراف لزقت معنا منيح وهلأ بواسطة سكين رح شير الأطراف الزايدة بهي الطريقة للعجينة هون رح نستخدم صفار بيضا مع الفانيلا ورح ندن فيه وش العجينة بهذا الشكل برش العجينة بالسمسم وحبة البركة بيعطي نكهة كتير طيبة للعجينة وبعد هيك رح ندخل الطاجين رح ندخله للفرن لمدة عشر دقايق بس من فوق لحتى يعطينا لون ذهبي وشكل حلو وهذا كان شكله بعد ما طلعناها من الفرن ما شاء الله مثل ما نكون شايفين شكله كتير حلو وكتير شهي وطعمه كتير طيب وإذا حبيته فيكون تقدموا جنبه الرز الأبيض لما نطعمه معه كتير طيب وبتمنى الوصف تكون عجبتكن والفيديو عجبكن وإذا عجبكن ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو لدعم الفيديو وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات شكرا لكم وشكرا لحسي متابعتكن ترجمة نانسي قنقر